اهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة تريند التريند السوشيال ميديا طبعا مش هيكون فيه اي حديث خلال صفحات السوشيال ميديا الا على مباراة القمة الافريقية بين الاهل وكايزاري تشيفز ان شاء الله المباراة يوم السبت الساعة 9 بتوقيت القاهرة نتمنى التوفيق رب الالعابي النادي الاهل يقدروا يكونوا في يومهم مهم جدا يا جماعة التوفيق في مثل هذه المباراة الكبيرة والمباراة النهائيات الفترة الاخيرة اخدوا بالكم العبرة مش بالتاريخ ولا بالاسم العبرة بالاداء وبالنتيجة عشان كده احنا الحذر كل الحذر من مباراة قايزاري تشيفز زي ما انت قدامكم على الشاشة ده طبعا وقت ما كان الفريق منذ حوالي ساعتين كان يتحرك من مقر الاقامة او ملعب التدريب في مقر النادي الاهلي بالجزيرة بعد اداة التدريب الصباحي اليوم استعدادا للسفر يمكن الطيارة اقلعت حوالي الساعة 4 وربع من مطار القاهرة الدولي استعدادا طبعا للسفر الى الدار البيضاء في المغرب وبإذن الله رحلة الطيران للمغرب بتبقى في حدود حوالي 5 ساعات بدانكم على الشاشة بالمناسبة اسرة بيتسو موسيماني وصلت بالامس الى القاهرة عشان تكون موجودة بجوار بيتسو موسيماني في مثل هذه الاحداث الكبيرة وفي هذه المباراة الكبيرة الاسرة بالكامل كانت موجودة بالامس في القاهرة وصلت من جنوب افريقيا عشان تكون موجودة مع بيتسو موسيماني دايما المسلمان بيتفاقل موجود الأسرة معاه وبيبقى حريص أن يكون الأسرة موجودة معاه في أي حدث كبير زي ده ودي من التقاليد الكبيرة اللي دايما بيتس المسلمان بيعتاد عليها حتى لما كان مسؤول في نادي صندعونز خلال السنوات السابقة النهاردة كانت في مجموعة من الأخبار كده النهاردة الصبح الحمد لله يمكن الجهاز للطب يطمئن على سلبية مسحة الفريق المسحة كانت اتعاملت أمس وقبل معادة السفر بـ 48 ساعة دكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق يمكن أعلن سلبية مسحة كل لعب الأهل والجهاز الفني اللي بتستعد إن شاء الله لخوض نهائي دورة أبطال إفريقيا بإذن الله طالما المسحة سلبية وPCR سلبي الفرق أول ما توصل للمغرب هتدخل فقاعة طبية بدأة من الليلة لغاية موعد المباراة يوم السبت اللي جاي طالما هي بعثة رياضية ومسافر المغرب وطالما المسحة سلبية كل البعثة بتدخل فقاعة طبية خلال الفترة اللي جاي قدامكم طبعا لقطات كمان من وصول الفريق لمطار القاهرة قدامكم عدد ده من اللعيبة والبعض هيشوف صور لي أو لقطات لمحمد محمود وكريم ندفد هم موجودين في القايمة وكان طلب من اللعيبة وتم عرض الأمر على الجهاز الفني وبيتسو مسماني وافي وتم عرض الأمر على كابتن محمود الخطيب وبالفعل محمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود رغم أنهم مقايدين في القايمة الإفريقية ومش جاهزين للمباراة لكن طبعا وجودهم هيكون مهم جدا مع اللعيبة واللعيبة عايزة تكون موجودة في هذا الحدث الكبير قدامكم طبعا كمان هذه اللقطات الفريق خلاص في اللحظات الأخيرة قبل الدخول للطيارة صلاح محسن عدد من اللعيبة كابتن أحمد فوزي المدير الإداري طبعا كابتن حسيني الشحات اللي ظاهر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة زمننا كريم أحمد اللي هيكون موجود إن شاء الله مع البيعسة ويدينا آخر الأخبار محمد دمجدي أفشا كهربا محمد شريف أيمن أشرف كل اللعيبة إن شاء الله هتكون جاهزة بإذن الله لهذه المباراة الكبيرة وكلنا ثقة طهر محمد طهر غاب المباراة اللي فاتت في الدوري لكن إن شاء الله هيكون جاهز بإذن الله لمباراة تدور أبطال إفريقيا والفاينال يوم السبت القادم النهاردة بيتسو موسيماني عام المحاضرة للعابين بالفيديو دمكم كمان وليد سليمان بالمناسبة